مرحبا سفر رابع رياضيات نبدأ معاكم بالدرس الثالث وهو نحكي فيه عن تقدير الاعداد تقدير الاعداد يا سادس كثير سهل بس علينا نحنا يا رابع علينا نحنا انه شو نركز بالمنزل المطلوب معنا صح؟ يعني هلا بدنا نعمل التقريب خلينا ناخد مثال عنا اللي هو هون 73 ألف وهون عنا 70 ألف في عنا الشركة حكت انه عدد المعتبرين المعتبرين 73 ألف في الشركة ثانية حكت انه عددهم 70 ألف يعني واحدة من الشركات قربتها لأقرب عدد صحيح يعني للسبعة قربت السبعة واحدة قربت الثلاث تمام؟ حسب المنزلة هسا خلينا ناخد اول رقم اللي هو ثلاثة سبعة وثلاثة سفار تمام؟ هلا هون الاثنين التلاتة هي بيكون شو اصلها؟ بيكون اصلها اثنين تسعة التلاتة يعني هي الثلاثين اصلها بيكون اثنين تسعة والسفرين نزلوهم تمام؟ وسبعة طيب اذا بدنا نقرب انا احنا هلا احد عشرات مئات ألوف بدنا نقرب لشو؟ لمنزلة؟ اثنين الألوف بنطلع على اثنين حطوا تحتها خطية رابع بعدين شو بنعمل؟ تطلع على الجهة اليمين ها؟ ها؟ نشوف اذا بتكون اكثر من خمسة خمسة او اكبر؟ او ستة او سبعة او ثمانية او تسعة او عشرة او تسعة بس شو بتساوي بالاثنين؟ تعطيها؟ تعطيها بس واحد تعطيها واحد بتصير ثلاث فبالتالي بتتحول هذا الرقم اللي هي هون رح يتحول الى سبعة ثلاثة سفر 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 كله الباقي من صفره اللي قبليه هاي هالاثنين الاثنين تحولت الى ثلاث لانو تسعة عطتها واحد والاسفار التسعة بتصير سفر والاسفار هادول الاثنين اللي بنزلو بس اذا كانوا اربعة وثلاث واثنين وواحد ما بنقدر ناخد منها واحد فاخص مترعة من نصفرها ممتاز هاي حالة الشركة الاولى الشركة الثانية قربت لنا اياها لسبعين الف نكتب هون يا رابع سبعين الف يعني عنا اربعة اصفار طيب هون شو بديكون الرقم؟ هون هن معتبرين السبع يعني هون مقربين لاقرب عدد الاخير هذا منسميه اقرب عدد صحيح اذا اخر رقم منسميه اقرب عدد صحيح فهن مطلعين على السبع يا رابع ويتطلعوا هيك قبليها اذا هذا لشو منسمي احد عشرات مئات الوف صح؟ عشرات او هاي عشرات الولوف هاي مئات الولوف صح؟ احد عشرات مئات الوف او هاي عشرات الولوف اذا هون لعشرات الولوف مقربينها عرفتوا الفرق بيناتها؟ فإذا بالتالي هل التلاتة بتعطي الى السبعة؟ لا. لا. إذا كلياتهم هدول اللي قبل السبعة بصفرهم بسرعين دي واحد اتنين تلاتة اربع اربع اصفار زي ما احنا شايفين. بس هي اختلاف بايش بمنزلة التقريب. إذا هون الاختلاف بشركتين هي في منزلات التقريب. نعم. هون شرحي عن الراوندينج أو التقريب ننتقل الى صفحة 16 وهون مثال عين منتركوا لكم اياه. نحل الآن السؤال الاول الموجود عندنا في تحقق من فهمه. اول واحدة شو طالب مننا السؤال؟ الى اقرب الى اقرب عشرة آلاف يلا. هاي. تلاتة ثلاثة واحد سبعة سبعة سفر سبعة سبعة سفر هذا هو الرقم. شو طالب مننا السؤال؟ الى اقرب عشرة آلاف طيب. عشرة آلاف اللي هي احد عشرات مئات الوف. هاي عشرات الالوف. ممتاز. يلا. كيف ننقربها؟ شو بدها تصير؟ منتطلع مباشرة علي قبلها؟ منتطلع علي قبلها إذا تكون أصغر من خمسة يعني ما بنقدر ناخدها إذا ما نصفرهم كلهم؟ ممتاز. التاني شو حلها؟ التاني حلها برضو نفس الشي بناخد المنزل لهاي الخامسة؟ جنبها السفر يعانب بضو ما بنقدر ناخد منها إشفها من صفرهم قليات. أحسنتي. جواب السؤال الثالث. عندي تسعة أربعة خمسة واحد سفر تسعة. طيب. حددناها اللي هي الأربعة. هل الخمسة بتعطيها؟ أحسنتي. طيب ننتقل الآن إلى صفحة. هون مثال آخر نترك لكم إياها رابع. هون في عنا برضو أتحقق من فهمي. خلينا نشوف قمة جبال أفرست. أو جبن أفرست. هي أعلى قمة جبلية بالعالم. معروف. ارتفاعها هو 8,848 متر. شو طالبنا سؤال؟ أقرب ارتفاع القمة إلى أقرب مئة. إذن الرقم بدنا القربه إلى أقرب مئة. منحدد. وين أحد؟ هاي أحد. عشرات؟ هاي مئات. هل الأربعة بتعطيها إلى الثمانية؟ لا إذن ما نصفرها الثمانية وتنزل زي ما هي والباقي من صفرها. الإجابات هون للسؤال اللي بعضي هي كلتالي. نقرب إلى أقرب مئة. بدنا نحدد وين المئة. إذن أحد عشرات مئات. شو بدأ تصير؟ والخمسة والثنين والأربعة نعم إذن السبعة بتعطي للثلاث بتعطي ثلاثة أربعة أربعة سفرتين وبقية الإجابات زي ما أنتوا شايفينها يا رابع إذن الخمسة هنا ما بتعطي هنا الاثنين ما بتعطي هنا الستة بتعطي تمام رح تتغير الأربعة بتصير خمسة والباقي كلياته طبعا ما منعمل لهم إشي دغر من صفره هلا في عنا هذا الجدول كتير مهم هذا الجدول منجرب بكل الحالة طالب منا أقرب عشر أقرب مئة أقرب ألف وأقرب عشرة ألف طيب أول حالة أقرب عشرة هون أحد وعشرات إذن بتصير أربعة سفر هون بتصير خمسين هون بتصير أربعين هون بتصير إيش قلنا إحنا أقرب عشرة أحد هون العشرات تمانية بدأت تصير اتنين إذن هيك بتصير منكمل هون معانا إلى هلا هون عنا نفس الشيء أحد عشرات السفر ما قطعت إلى السفر من تنزل زي ما هي نفس الرقم يا رابع هون نفس الشيء طالبنا إلى أقرب عشرة نفس الشيء سفر ما بعطي بيظلوا نفس الرقم ننتقل إلى مئة أحد عشرات مئات هلأ شطارة بس إحنا نحدد وين المنزلة إلى أقرب مئة أحد عشرات مئات إذن للتنين الثلاث بتعطيها لا إذن باقي صفروه إلى أقرب مئة أحد عشرات هي السبعة السبعة بتعطيها الخمسة فبتالب بتحولي إلى 800 حسنتي هون عنا إلى أقرب مئة أحد عشرات مئات اللي هي الثالثة الأربع ما بتعطيها بيظلها اتنين زي ما هي هون الثمانية الواحد ما بتعطيها إذن تمنمية وهون عندي أحد عشرات مئات هون نفس الرقم رح يظل زي ما هو لا تنسوا سفر هنا كل الأصفال بيظلها زي ما هي أحد عشرات مئات حتى هنا ألوف وأحد الألوف رح تظلها أو عشرات الألوف رح تظلها زي ما هي نفس الرقم ما رح يتغير في كل الحالات طيب ننتقل الآن للحالة الثانية إلى أقرب ألف برضو أحد عشرات مئات إلى أقرب ألف هاي هالخمسة إذن المنزل الرابع بتكون الألف الاتنين ما بتعطي للخمسة بضله زي ما هي أوكي نيجي على السبعة السبعة بتعطيها للتسعة بتعطيها واحد عشرة فبالتالي التسعة وستين نتبهونا هاي لحالة التسعة وستين التسعة ما بتتحول لعشرة التسعة بتصير سفر تمام وبتعطي واحد للي بعديها للستة فبالتالي بتصير سبعة بعدين اتنين إذن مرة أخرى خلينا نحكي لكم هاي الحالة مهمة كتير يا رابع إذن عندي الرقم تنين ستة تسعة سبعة خمسة تنين شو طالب منا إلى أقرب ألف منحدد وين الأحد أحد عشرات مئات هاي الأولوف هاي تسعة تمام نحط احتها خط زي ما تعودنا منحط احتها خط تمام هل السبعة يا مجد تعطي للتسعة تعطيها إذن صفروا هم بالأول هاي واحد اتنين ثلاثة السبعة بتعطيها للتسعة فالتسعة رح تصير شو رح تصير عشرة زي كيف منعمل بالياد إحنا منتذكر بوقتي الجميع منعمل بالياد منحط صفر ومنزيد واحد هون على الستة فالستة زائد واحد رح تصير سبعة والاتنين رح تنزل زي ما هي بصير عندي هيك تمام كتير سهلة إذن صار عندنا هون الرقم سبعة وعشرين ألف بنكتبه هون إذن سبعة وعشرين ألف كم رقم عندي أو سوري ميتين وسبعين ألف لأنه عندي ثلاث أصف أربعة أصفار طيب الحال اللي بعدي ها إلى أقرب ألف أحد عشرات مئات وهي ألوف في الستة الستة الاتنين ما بتعطيها بضلها زي ما هي طيب هون عنا الخمسة نطلع على الخمسة هل الخمسة التمني بتعطيها نعم اللي بعديها التسعة السفر هل بتعطيها لا إذن هاي برضو نفس الإشي رح يضلوا زي ما هو الرقم ما رح يتغير هاي طبعا أربعة وهاي التسعة هون لاحظنا بكل الحالات ضلوا زي ما هو طيب آخر واحدة برضو نفس الشي زي ما حكينا لكم هاي الحالة إلى أقرب ألف وإلى أقرب عشرة آلاف كمان نفس الإشي ما رح يتغير لأنه كله صفر هلا هون نيجي إلى أقرب عشرة آلاف اللي هي كم فيها صفر ثلاثة أربعة إذن إلى أقرب عشرة آلاف نمشي مع بعض يا رابع إلى أقرب عشرة آلاف كيف بدها تصير معنا أحد عشرات مئات ألوف هاي إذن عندي الواحد هل الخمسة بتعطيها؟ نعم إذن صار عندي اتنين ننتبهوا لعدد الأصفار كله بتصفر واحد اتنين تلاتة أربعة عندي أربعة أصفار هون تمام؟ نفس الشي اللي بعديها نتطلع مزبوط هون الست اللي رح تتغير ولا الاتنين الاتنين تمام؟ لأنه في عندي خمس أصفار تلاتة أربعة أصفار واحد تلاتة أربعة بالتالي إيش اللي رح يتغير معنا رح تصير أوكي يا رابع إذن هون نفس الشي هذا الرقم رح يكون نفس هذا الرقم إلى أقرب عشر تلاف أو إلى أقرب ألف لتنين نفس الشي إذا ما حكينا لكم هون شرحنا لكم الحالة كيف في حالة أقرب ألف طيب نيجي للي بعديها طالب منا هذا الرقم هسا هون برضو بدنا نشوف المنزلة العشر تلاف إذن أحد عشرات مئات ألوف الواحد الست بتعطيها الواحد بتصير برضو اثنين وثمانين ألف ما عنا عشرات الألوف صح إذن فما في إلها إشي ما في إلها حل هون أحد عشرات مئات ألوف الأربعة الأربعة تسعة بتعطي للأربعة فبتصير خمس خمسة وكم سفر عندي خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة صفار أربعة صفار وخمسة مباشرة بدون الأربعة ما في أربعة تسعة واربين بتصير خمسين طيب آخر حالة ننتقل الآن إلى صفحة 18 وكثير أسئلة كمان سهلة ومهمة يا سادس يا رابع راني قرب هذا العدد أوكي إلى هذا العدد شو القيمة المنزلية اللي قرب لها القيمة المنزلية هي إلى أقرب إيش إلى أقرب مئات السؤال الرابع يبلغ طول سور السيني العظيم قد 21.196 بدنا نقربه إلى أقرب عشرة آلاف إلى أقرب عشرة آلاف من حدد المنزل اللي بيطلع معنا هيك الجواب تمام؟ هاي السؤال الرابع السؤال الخامس كتلة شاحنة وهي محملة قد ستة عشر ألف ستة عشر ألف سبعمية وأربعش بدنا نقرب هل قد إلى أقرب ألف ألف إذن هون إلى أقرب ألف اللي هي أحد عشرات مئات أولوف يعني الستة هل الستة السبعة بتعطيها مرة أخرى إذن إلى أقرب ألف هايو العدد هون خلينا نكتبه اللي هو سؤال رقم خمسة تمام؟ السؤال الخامس واحد ستة سبعة نين أربعة تمام؟ هايو بدنا نقربه إلى أقرب ألف أحد عشرات مئات أولوف في الستة هل السبعة بتعطيها؟ تعطيها طيب بتصير واحد سبعة واحد سبعة والباقي كله منها صفره هاي سفر وهاي سفر وهاي سفر تمام؟ أوكي إذن هيك بصير معنا جواب سبعة عشر ألف السؤال السادس بحكي إنه كتلة شاحن وهي محملة هالأدة أو سوري هون نعود إلى فقرة استكشف حلنا سؤال السابع بلغت أرباح الشركة هالأدة اللي اختار منزلة مناسبة لتقريب أقرب الأرباح إلى تلك المنزلة طيب هلأ فينا نحن مثلا نحن هون عملناها مئة واثنين وخمسين ونص قربنا تسوى أربعين سارة خمسين أوكي هلأ في ناس مثلا ممكن يقربوا لأقرب عدد صحيح تمام هون يعني بدلا ما تحكوا مئة واثنين وخمسين بتحكوا مثلا ميتين يعني هون الخمسة بتعطيها الواحد فبتصير مثلا إذا بتكون أقرب عدد صحيح بتصير الواحد اثنين والباقي كلما نصفره كم صفر عنا رح يصير واحد اثنين تلات اربعة خمسة منحط خمسة أصفار إذا بتكون إلى أقرب عدد صحيح تمام أو إذا بتكون هيك تختاروا أي مثلا أي منزل أنتو حابينها سؤال الثامن شو طالب منا طالب منا شغلتين شايفين هذا الرقم شو بنا نعمل فيه مرة إلى أقرب ممتاز يلا سؤال الثامن مرة إلى أقرب مئة إذن نين أربعة سفر سفر أحد عشرات مئات إلي هي الأربعة هاي في حالة أقرب مئة طيب ممتاز إلي هي هيك أوكي ألفين و أربعمية إلى أقرب ألف يعني رح نشتغل على الثنين هل الأربعة بتعطيها هاي إلى أقرب ألف الأربعة هايها الأربعة ما بتعطيها للتنين فبتالي رح تسيشه ألفين بكل بساطة ألفين أحسنتي سؤال التاسر بقولنا إنه ريم بتقولنا إنها بدأت قرب لأقرب ألف هذا العدد هل حكيها صح ولا لا تمام خلينا نشوف نحن لحالنا أول إشي نقربها لأقرب ألف ونتأكد حكيها صح لريم ولا لا نقول الرقمي هنا يا رابع أو على دفاترنا أربعة سبعة تسعة ستة تنين أربعة ستة تنين أربعة إلى أقرب شو قلنا إلى أقرب ألف أحد عشرات مئات ألف تسعة هل الست بتعطيها تسعة نعم إذن التسعة رح تتحول تصير عشرة بتتذكروا هالحالة سفر باليد واحد السبعة ده تصير أحسنتي والأربعة بتنزل زي ما هي والباقي كله بصفره هاي السفر وهاي السفر وهاي السفر إذن الجواب الحقيقي هو أربعمية وتمانين ألف شو حكت ريم حكت هيك غلط تسعة وسبعين ظلت عندها تسعة وسبعين هذا الحكي خطأ طيب عندنا سؤال العاشر بقولنا قربي العدد إلى أقرب عشرة آلاف فكانت الإجابة هالأدة شو هي يعطينا الأربع عدد يمكن تقريبها إلى هذا العدد انتبهوا يا رابع عندكو تمانية وأربعين أو سوري هون نقرأ أربعمية وتمانين ألف هلأ لأدى لعشرة آلاف وين يعني رح نشتغل رح نشتغل على مئة آحد عشرات مئات ألوف رح نشتغل على الثمانية صح؟ أه أي إشي أو شو هن العددين اللي ممكن يعطوا يعني خلوا سبعة تصير ثمانية إنه يكون اللي قبلها خمسة أو أكبر سبعة ستة أو سبعة ثمانية أو تسحة إذن نزلوها كلها سبعة ولا تنسوا الأربعة عبلها أربعة بتنزل السبعة الثمانية هي عبارة عن سبعة وقبلها بيكون يا خمسة ستة أو سبعة أو تمانية وممكن نعطيك المرقل خامس إله هو التسعة وما ننسى نصفر كل بقية الأرقام كيف أقرب عدد إلى أقرب عشرة آلاف زي المشاريحنا نحنا في السابق طيب ننتقل معكم الآن يا رابع إلى كتاب التمريين صفحة تسعة نشتغل مع بعض وخلينا نشوف إجاباتنا إلى المنزلة التي تحتها خط هن محددين المنزلة أربعة بتعطيش للإتنين هون السبعة بتعطي للخمسة بتصير ستة هون التسعة بتعطي للستة بتصير سبعة أحسنتي وهون السبعة السفر ما بتعطيها نعم اللي بعدها بقولنا إنه مين اللي اللي شغلها أو تقديرها أصوب لما قربت العدد إلى أقرب ألف خلينا نشوف إلى أقرب ألف يعني هذا العدد أقربه لأقرب ألف من نشوف مين إجابته صح هون أحد عشرات مئات ألوف الثلاثة الأربعة بتعطيها إشي؟ لا صح؟ إذن المفروض تكون تلتة ألاف صح؟ إذن مين اللي جوابه صح؟ هاي ولا هاي؟ سوها إذن عند سوها من حد صح أي الأعداد الآتية ناتج تقريبه إلى أقرب عشرة ألاف بساويها الأدة الأقرب شوه عشرة ألاف الإجابة الصحيحة هي هاي بعد ما نقربها اللي بعدين نقرب إلى أقرب ألف تمام؟ مين اللي أقرب ألف؟ بدنا نقرب النجمة إلى هون إلى الثمنتالاف شو بدنا نعمل؟ نرسب نجمة نكتب أقرب ثمنتالاف النجمة يعني هي أقرب هون النجمة لمن أقرب؟ لبل الثمنتالاف ولا لسبعتالاف مدامه هون هون عندي المنزلة خمسة خمسة هون أكيد رح تكون يا خمسة يا فوق يعني يا خمسة يا ستة يا سبعة يا تمانية يا تسعة فبالتالي أكيد بدها تكون شفو الخمسة تكون يعني الأقرب لها هاي يعني هاي رح تكون قريبة لهون مش لهون صح؟ هل هي أقرب لسبعتالاف ولا لثمنتالاف؟ لا أكيد لثمنتالاف لأنه هون عندي المنزل اللي قبل السبعة هي خمسة فبتعطيها واحد نجد العدد المناسب في كل مما يأتي أصغر عدد يمكن تقريبه إلى أقرب ألف عشان نسير الناتج عندي خمسة ألف خلينا نشوفي الأقرب شو قال لنا؟ أقرب ألف من حديد المنزلة أحد أحد عشرات مئات إلى ألوف الخمسة كيف الخمسة صارت خمسة؟ بدي يكون أصلها أربعة صح؟ أربعة شو بدي يكون قبل الأربعة؟ خمسة يا خمسة يا ستة يا سبعة يا تمانية يا تسعة إذن حطوا لبت كوية تمام؟ اللي بعديها بس هو شو قال لنا؟ أصغر عدد أصغر عدد ما قال لنا أكبر عدد انتبهوا له هاي فإذن شو بدي حط بذالة تسعة؟ خمسة حطي خمسة ممتاز لأنه لازم الأربعة تصير خمسة يعني لازم هون يكون عندي أقل إشي خمسة تمام؟ ليه؟ عشان تتحول للأربعة تصير خمسة أما أصغر عدد يمكن تقريبه لأقرب مية عشان يصير هذا الناتج أحد عشرات مئات سفر إلى أقرب مية شو هو الأصغر عدد؟ مئات السفر حضلها السفر معناها نفس العدد ما رح يتغير نفسه إلى العدد صح؟ ها إذن بهيك بنكون أنهينا شكرا لكم وإلى اللقاء لا تنسوا تشتركوا بقناة تضغطوا الجرس عشان يوصلكوا كل ويضاعتنا جديدة باي